hellow's students how are you today we are going to solve this question about the female sexual hormones okay we're not faire the video on hormones. female sexual hormones and why not chapter related chapter 1 and chapter 50 okay the title of this question is minority سنلياس أقول لي منوبوز سيكل 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 كله سيكل كله سيكل السيكل سيكل سيكل أحيان سيكل بين عيزة 40 إلى 55 عام أنه لا يجب أن الأحوال عادية عامر 50 بما في عامر 45 وعلى أنظر لأن المنطقة من المنطقة من المنطقة طيب ، ما سكرته كل ما هو أدرسل من الحلوز المنامبى مع بعض البشرklär الدول الأخرى منطقيا. يعني. يعني 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 خاصة للفوليكل. يعني يعني تكبر شها. لا يوجد يعني مافي هرمون. مافي استروجين مفي مريستيرون. يعني أنا هلأ زرت في ميلا. ما عندها اوفاريان هرمون أستروجين يعني وصلت للمنوبوز طبعا اذا عم بحكي عمر خمسين سنة. The results obtained are presented in document 1 فينا نتطلع بدوكيومنت 1 هون ونشوف انه اخذ 2 فيميلز تيناتهم بعمر الخمسين سنة. اوكي تيناتهم عمر الخمسين سنة هو عم بقلي انه يمكن في واحدة فيهم وصلت للمنوبوز واحدة لا بس انا مش عارفة ايها. ترى هنا في هذه الفيميل بي. The amount of progesterone and estrogen are the amount of progesterone and estrogen are constant constant. Is there any cyclic variation in one of these hormones. هل في تغيرات بالهرمون. لا كلهم constant يعني اذا تلاحظوا الاستروجين او ال progesterone هو الخط المنقض تقريبا على ال four constant. اما الاستروجين تقريبا على ال five constant يعني ولا شيء كميته عادي نورمل. طيب. All of you must know. كلنا لازم نعرف انه during the normal cycle. خلال السيكل الحادية عند الفيميل. بالفوليكيولار phase estrogen peaks. يرجع وينزل. يرجع ويعمل تاني صغير وينزل. اما ال progesterone. يكون تقريبا زيرو. يعمل بيك باللوتيال phase وبعدها يرجع وينزل. يرجع وينزل 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 وينزل. اكساترا. يرجع وينزل وينزل. يرجع وينزل وينزل. طيب. منطقيا وكلكم بعد ادعبت من هي الوين. اكيد هي في ميل بي. بس هاو توكروف انه هي في ميل بي. هون الفكرة. بس هاو توكروف انه هي في ميل بي. انا بدي اعمل انه هي في ميل بي. بس انتبه مش سؤال منو انو انو لايز. ما لازم اعمل انا اناليسس سبسيفيك. يعني والله مثلا بيجي هون عند الاستروجين. عليا الاستروجين. رجع نزل وينزل. رجع وينزل. بدي اعمل انا سمبل اناليسس بشكل. انا بدي طلع الفرق بين اثنان فييميلز. ان واحدة عنده سايكليج. واحدة لسايكليج. طيب. اشتر here. simply. simply. if i want to. to explain this. اقومي جيزيكياشي انا اول شي بيجي بيجي بقول. انو في ميل بي. هات منبوز. او ريتش منبوز. جيزيكياشي يمكن. بكوز. الفيميل اي. رجيس تيران. أو استروجان. انجريز. وفي أداره سلوق في يال 13 certainly is from 50 to 200 البلد وشتركي الهدل وفي دي 21% تقريبه إلى ميو 50 .. وفي الوضع عدده الفرسترون في الوضع عدد في دي 21 بينه لديه نحن أكثر في الوضع أو في الوضع وفي تيلي بي أستروج لديه نحن أكثر لديه نحن لا مشكلة في الوضع بي سنزل نو سايكل في فيميل بي يعني في ميل بي هس نو سايكل يعني شي ريتشت منو بوز يو نريد the answer if you want هيدا هو الانسر اوكي this is the answer يبلش من هون هي لهون اوكي منعد وومن بي لعند منو بوز يكن توقفوا الفيديو تقرأوا على رواء تشوفوا شو بقصد أنا بهيدا الطريقة بالإيجابي ما فيني اجي احكي كل نقطة بنقطة بالتفصيل انا بدي فرشين و فيميل بي نو سايكل في خديق منو بي أو مهي so what I don't know in the middle of this the score and the amount of dollars in order to study the cause of seas of the female sexual cycle two hypothesis that have been formulated旅لا من عشو سبب المنة بوز عدد انتو لزم يكونوا عافين هي ديشه لزم بي مشروح نسلم اوكي هي بطاسسي الاولى the money pause is due to the cessation of ovarianc stimulation by pituitary glان او الفرد عقد هو العلماء منه سبب المنة الرعب الحيث هو أنه لا يستمر الأخل من الجh أيضًا، المنرات بالمرضية الهيبوتسي الثاني يقول أنه خلص الفلكل عند الفيميل شو رأيكم بهذه الهيبوتسيز اوكي لتعرفي which of the two hypothesis validated we measure the pituitary hormone ويأتي هنا عند الفيميل طيب أنا بدي أشوف هل الفتوتري ما عاد تشتغل ولا الفلكل سبطلوا موجودين سيأتي أنا بإيس الهيبوتري هورمون وبإيس الفلكلز we measure the pituitary hormone for such level and the number of follicles according to the age of the woman the results document 20 respectively هذه هي دوكمنتو لديكم عمر 40-50 45-50 وقت المنفوز أبدأ الأفاسات 60 يعني فهي سكريشن للأفاسات أو لا فهي سكريشن يعني الفتوتري وقفت شغلة لا يمكن ما الفتوتري تفرز الأفاسات يعني الفتوتري تعمل يعني is hypothesis 1 correct أن المشكلة بالأفاسات هي أنه خلص الأفاسات لا تعمل لأنه لا يصل لأفاسات لا يمكن المنفوز ليس لأفاسات أفاسات هي لأفاسات فالأفاسات حقيقة هم معلومين يجب أن تكونوا عرفين بالصف تظهروا لي بهذا الإغراف على عمر 50 number of follicles تقريبا 0 اكتفوا فالأفاسات ماذا هو من المنفوز من المنفوز هو المنفوز فالأفاسات 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 كل سيكل يتحضر لأفاسات من المنفوز نعود إلى الوقت ونرى في الفيديو السابع قديم ببداية السابق نرى قبل 34 أشهر حوالي 300 ألف فالأفاسات يجهز حالهم يكون منهم واحدة أو 300 ليس 300 ألف أشهر تجاهل which of the two hypotheses is validated ألي specify indicate plus justify I have to reject the incorrect hypothesis and to validate the correct one since in this document as the age of female reached 45 to 50 FSH increases to 60 therefore there is secretion of FSH at age of monopause thus pituitary gland is functioning normally ثم حيباتي 1 هو رجال لكن في هذا الشهر بالنسبة للمباردة من المباردة من 40 إلى 0 من الحربية إلى منوبات ثم لا يوجد للمباردة من المباردة من المباردة لذلك الحيباتي 2 هو محبوبة تمكنك الانتعادة ترجع إلى الانتعادة هذه الحالة لعند وقرأة طبعاً طريقة الإجابة شألرية وليست مثل ما انا جاءت 100% فهن صحيحة المهم الاديا لاحق من الأمريكس المقدس الأمريكس من الأمريكس فقم هذين وضعوا عن حديثين لماذا لدي 60 أكثر من كمية الأمريكس لماذا؟ من تعرف لماذا؟ سوف نفهم فكرة صغيرة لماذا سنقل الأمريكس لديها الفمالكس في كتاب الدولي يمكنكم سؤال عن المنبول تشاهدون أن الفمالكس المنبولة فمها العاصل لديها نادية و جولي صة الأمريكس العالي كثيرة للفمالكس لماذا؟ لماذا؟ تعلم لماذا مباشرة؟ فقط لأنك تعرف أن FSH والLH أثر على الأوراس الأوراس سيجعلون عملية وفيدباك في أستروجين، وفيدباك وفيدباك حسب وقت الساكم إذا لم يكن هناك أستروجين وفيدباك إذا أضفل في هورمون أو يصبح هورمون مستوى هل هناك أي أسروج؟ إذا ليست فليباك إذا لا يختلف فليكلي انه سوف تقوم بالنسبة لي ، فهذاً السيارة التعاريخي ، إنها تركيز محرورات ، أنه الانتظار الثاني الشتماعي ، فالإبيعة الانتظار في السابق ، إذن ، فخيراً . لكن إذن انتظار نحن لديك باستخدامك على أنك عندما يجب عليك ، محرورات عن كثير من المؤسسات ، فأنا أخبره ، أن المنعم لتقابة الانتظار الثاني التي corrent في الحالة ، فلنحن لغاية أبرك ، يعني ، لأم йانو الأفاريان المقلود ، إسروجين بروجستيرون يعني أبسنس فيدباك في هذه هيبوثينا و بتويتري أكسس ذات ذات أف أساتش و بيسكرية في ريلي بيعلى أوكي خلينا أسرع شوية بقرأته لهذا ديوريج منيبوز ديوريج منيبوز ديوريج منيبوز ماييكس بريانس منيبوز أوستيوفروسيس يصير عندها تركك عظام المنوبوز التي تصل للمنوبوز و أخرى سمتم أجل المنوبوز أجل المنوبوز أجل المنوبوز أو أمريكا نحن مهم بقرأة المنوبوز أجل المنوبوز و أجل المنوبوز في أسيا يأكل كثير صويا حبوب الصويا فل الصويا أو صويا صويا ديوريج منيبوز تركك المنوبوز في أستروجين إيزوفلافون موجود في صويا و أستروجين ريسافتور أوكي بدي عرف شو العليقة طيب ليش هالفيميلز بأسيا أقل إصابة بال بمرض تركك العظام أصلا نحن الفيميل بس يصير عندها منوبوز الأستروجين بس يقل الأستروجين جلده بقشب يصير في قشب على الجلد يشقق يصير في عندها أصلا الأستروجين is responsible for the feminine characteristics بتخفي الـ feminine characteristics يزور يطلع hair on the face the chain يصير عندها مشاكل ذكورية نوعا ما و يصير في عندها breast cancer أوكي الرحم يصير كثير يعني يصير في تعب على مستوى الرحم أيضا تركك العظام من الخلايا التي تستخدمون الأستروجين برأيكم أنا لما تصير عندها منopause يعني الأستروجين zero ما تصير عندها bone fragility تكسر العظام هشاشة العظام اختفى الأستروجين تصير فيها هشاشة عظام ضعف بالعظام يعني الأستروجين على من يشتغل على bone cells يعني target cells للأستروجين إن bone cells طلعوا مثلا بالأستروجين كيف شكله هون والريسابترز اللي إله هون الأستروجين بيركب هون طلعوا بالأيزوفلافون الأيزوفلافون هو مركب موجود بالصوي بالصويبين لايكم كيف شكله similar تمين بالأستروجين النسوان بقاسيا بيأكلوا صوي كتير صويص كتير وهو الأشي يأكل الصوي بيتعيلندوا باليابان وبالصين وبهالأماكن مأكلاتهم كتير تعتمد على الصوي الصوي بيز أوك الصويبين يأكلوا هون الفيميل كأنهم يأكلوا شيء شبيه بالأستروجين شيء شبيه بالأستروجين يعني يأكلوا على ريسابترز ويشتغلوا ونضيفتهم لذلك لن يجب لن يجب لديهم تخف نسبة التكسر العظام عندهم فشاشة العظام لكي يأكلوا في أوروبا يأكلوا حقا أستروجين الفيميل بعد المنوبوس تترمين كيف البيئة يمكن العظام تقوم بإستروجين أنا أريد أن أبدأ بأن الأستروجين عندما يخاف يصبح يصبح بشكل بما أن الأستروجين موجود في الأستروجين يملك مثل الأستروجين يعني يقعد عليه ويشتغل وظيفته وبما أنه في أسيا يأكلوا الكثير الأستروجين يعني يأخذوا مواد شبيهة بالأستروجين وهي الأستروجين يعني يبطل عندهم هذه أستروجين هنا يمكن أن تقوم بإستروجين قليلا قليلا لأنه لديه مواد منطقة حسنا نوقف الفيديو ونقرأ لا تتذكر أن تشاهد على إعجاب الفيس بوك وأن تشاهد على الفيديو وأن تشاهد إلى الفيديو